بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث في كتاب شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلها معانيها شواهدها ومشاهدها مطالبها بقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه وروا الشيخان واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بماذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينقذهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض إيتوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن أكل الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا عند ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلها ولم يغضب بعده مثلها وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك صلى الله عليه وآله وسلم فيأتونني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا عند ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر أو ما بين مكة وبصرا وهكذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عامة لجميع أهل الموقف ثم يشفع الشفاعة الخاصة كما بينت ذلك مفصلا مع الأدلة في كتاب الإيمان بعوالم الآخرة فارجع إليه تجد أنواع الشفاعات هناك والحمد لله رب العالمين شفاعة عامة لجميع أهل المشاكلة لجميع أكبر الإيمان بعوالم الآخرة شكرا